السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم في مادة لغة الجميلة في هذا الدرس سيكون معنا معلم الإشارة الأستاذ عماد أذويب تعرفنا في الدرس السابق على رفع الفعل المضارع وفي هذا الدرس سنتعرف على نصب الفعل المضارع بأنواعه الثلاثة هذا الدرس هو ضمن هذه الوحدة الثالثة التي هي بعنوان الوعي الصحي والاجتماعي الأهداف التعليمية لهذا الدرس أن يعدد الطالب أدوات نصب الفعل المضارع أن يبين الطالب نوع الفعل المضارع أن يعرب الطالب الفعل المضارع بحسب نوعه فيما سبق عرفنا أن حالات العراب هي الرفع والنصب وهما مشتركان بين الاسم والفعل المضارع والجر هو خاص بالاسم الجزم وخاص بالفعل المضارع قد تعرفنا فيما سبق على رفع الفعل المضارع وفي هذا الدرس سنتعرف على نصب الفعل المضارع الفعل المضارع كما عرفنا سابقا له ثلاثة أنواع إما أن يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر وهو ما كان في آخره أحد حروف العلة الواو أو الألف أو اليا والنوع الثالث هو أن يكون الفعل المضارع من الأفعال الخمسة وهذه الأفعال هي كل فعل مضارع آخره ألف ونون أو واو ونون أو ياء ونون صيغه يفعلاني تفعلاني يفعلون تفعلون تفعلين ومثاله يعلماني تعلماني يعلمون تعلمون تعلمين فيما سبق أعرفنا علامة رفع الفعل المضارع تذكرونها الفعل المضارع علامته ماذا أي بحسب نوعه الصحيح الآخر له علامة المعتل الآخر له علامة والأفعال الخمسة كذلك لها علامة ولذلك عرفنا أن الصحيح الآخر علامة رفعه ضمه ماذا ظاهرة كي يذاكر ويقول وينجح أما المعتل أي الفعل المضارع المعتل الآخر فهو علامته ضم مقدرة للتعذر إذا كان معتلا بالألف كيخشى وينسى وكذلك قد تكون ضم مقدرة للثقل إذا كان معتلا بالواوي أو الياء كيرجو ويقضي ويدعو أما الأفعال الخمسة فعلامة رفعها ماذا ثبوت النون كيجهزون ويسمعون ويقولان وغيرها من الأفعال الخمسة التي تعرفنا عليها في صفحة ثمانين وثمانين ثانيا نصب الفعل المضارع الصحيح الآخر المعتل الآخر من الأفعال الخمسة مثال ابتسم كي تزيد محبتك عند الناس واحرص أن تنمي علاقاتك الطيبة فالناس لن ينسوا التعامل الحسن تأمل الأفعال التي لونت بلون أصفر تزيد تنمي ينسوا نلاحظ الأفعال المضللة بالأصفر فنجد أنها أفعال مضارعة دخلت عليها حروف النصبي المضللة المضللة بالأخضر أدوات النصب كي وأن ولن هذه أدوات النصب وهي حروف وبتأمل الأفعال نستنتج أن علامة النصب الفتحة أو حذف أن أثبت تعلمي السابق أتذكر أن الفعل المضارع فعل معرب وأن الفعلين الماضية والأمر مبنيا الفعل المضارع يكون مبدوءا بأحد الحروف المجموعة في كلمة نأتي ويقبل أي الفعل المضارع يو يقبل السينة أو سوف ودخول حروف النصب عليه مثل سأخرج سوف أخرج لن يخرج أقرأ الجملة الآتية ثم أملأ الجدول وفق المطلوب الجملة الأولى بيت من الشعر طفل أنا يحبو على أطرافه وأبي بناء شامخ الأركاني الجملة الثانية يتعامل المجتمع مع المسنين بكل توقير واحترام لنجعلهم يكملون حياتهم بثغر باسي تأمل هذه الجمل ابحث عن الأفعال المضارعة أين الأفعال المضارعة؟ حاولوا تحديدها فكروا فيها وجدتم شيئا؟ سنأخذ بعضها في الجدول الآتي في نفس الصفحة في صفحة ثمانين وثمانين في هذا الجدول سنكتب مجموعة من الأفعال المضارعة الواردة في الجمل السابقة أولاً الفعل المضارع الأول هو تذكرون يحبو يحبو فعل مضارع هو يقبل علامات الفعل سوف يحبو سوف يحبو قد يحبو إذن كلمة يحبو فعل وهي فعل مضارع لأنه يقبل علامات الفعل المضارع ما نوعه؟ أي ما نوع يحبو من حيث آخره؟ أي هل هو معتل الآخر؟ أم هو صحيح الآخر؟ أم أنه من الأفعال الخمسة؟ إذن أيضاً عندنا هنا للفعل ثلاثة أنواع إما أن يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر أو من الأفعال الخمسة يحبو ما رأيكم؟ من أي نوع من الأنواع الثلاثة؟ يحبو هذا الفعل المضارع نوعه ماذا؟ أحسنتم هو معتل الآخر آخره حرف الو ما حالته الإعرابية؟ تذكرون في الجملة؟ حالته الإعرابية مرفوع ما علامة إعرابه؟ بما أنه معتل الآخر فما علامة إعرابه؟ كما عرفنا سابقاً ضمة مقدرة نستخرج فعلاً آخر يتعامل يتعامل هذا الفعل هو أيضاً فعل مضارع هذا الفعل مضارع ما نوعه؟ هل هو صحيح؟ أو معتل الآخر؟ أو من الأفعال الخمسة يتعامل ما رأيكم؟ هو صحيح الآخر بما أنه صحيح الآخر فما حالته الإعرابية؟ قبل أن نعرف علامة العرابية يتعامل هو أيضاً مرفوع بما أنه صحيح الآخر إذن علامة ماذا رفعه هي ضمة ظاهرة أحسنتم الفعل الثالث الوارد عندنا هو يكملون هذا الفعل ما نوعه؟ يكملون ما نوعه؟ من أنواع الفعل المضارع الثلاثة يكملون هل هو معتل؟ أم صحيح الآخر؟ أم هو من الأفعال الخمسة؟ ما رأيكم؟ أحسنتم هو من الأفعال الخمسة لأنه انتهى بواه ونو حالته الإعرابية بما أن النون موجودة إذن هو مرفوع وعلامة رفع الأفعال الخمسة ما هي؟ ثبوتوا النون أحسنتم ننتقل إلى صفحة تسعين وثمانين هنا جملة الأولى هنا جملة يسلم الصغير على الكبير في الجملة الأخرى يجب أن يسلم الصغير على الكبير ما الفرق بين الجملتين؟ هنا أتينا بيجب أن وهنا لا توجد هنا يسلم وهنا يسلم سؤال الأول ما العلامة الإعرابية للفعل يسلم في المثالين؟ ما رأيكم؟ الأول ضمة ظاهرة يسلم فعل مضارع ما نوعه؟ أحسنتم صحيح الآخر ولذلك العلامة ضمة ظاهرة في الجملة الثانية فتحة ظاهرة هنا يسلم أن أداة نصب يسلم فعل مضارع منصوب بما أنه صحيح الآخر ستكون أصلية ظاهرة فتحة ظاهرة هنا نعبئ هذا تعلم فنقول كما أن الضمة تدل على حالة الرفع الضمة هي علامة أي دليل دليل على الرفع فإن فراغ تدل على حالة النصب إذا كانت الضمة تدل على الرفع فما الذي يدل على النصب؟ ما رأيكم؟ نقول الفتحة أحسنتم إذن كلمة يسلم منصوبة فالفتحة هي علامة النصب كلمة يسلم مرفوعة فالضمة علامة الرفع سبق الفعل في الجملة الثانية بحرف نصب وهو يجب أن يسلم الفعل يسلم مسبوق بحرف نصب بأدات نصب ما هو حرف النصب؟ هو أن أدوات النصب الأخرى تذكرون منها مرت معنا قبل منها مثلا لن تدل على معنى النفي كذلك كي تدل على معنى التعليل وغيرها من أدوات النصب إذن هذه أدوات النصب التي مرت معنا أن ولن وكي بتأمل الجملتين ابتسم كي تزيد محبتك عند الناس فالناس لن ينسوا التعامل الحسن أجد أن الحرف الناصب لن فالناس لن ينسوا أفاد نفي الفعل في المستقبل إذن هو يدل على نفي الفعل المضارع في المستقبل لن ينسوا أي تنفي النسيانة في المستقبل وكي ابتسم كي تزيد هذا الحرف أفاد بيان العلة في حدوث الفعل إذن سبب الابتسام أن تزيد محبتك عند الناس إذن عللت الابتسام بزيادة المحبة إذن كي تدل على معنى التعليل كي أدات نصب حرف نصب للفعل المضارع ولن أيضا هو حرف نصب للفعل المضارع ثانيا أملأ الجدول الآتي وألاحظ الحرف الأخيرة من كل فعل والعلامة الإعرابية انظر إلى هذه الجمل وتأمل الأفعال التي لونت بلون أصفر يمكننا أن نلمس صورا من الرعاية العامة للمسنين قال الله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا نم بكرا كي تصحو نشيطا قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم نهتم بذوي الاحتياجات الخاصة كي يكونوا فاعلين في المجتمع تأمل هذه الكلمات التي لونت بلون أصفر نلمس تغني تصحو ترضى يكون الفعل الأول الفعل المضارع الأول هو نلمس هذا الفعل ما نوعه من الأنواع الثلاثة هل هو صحيح الآخر أم معتل الآخر أم هو من الأفعال الخمسة ما رأيكم نلمس آخره حرف ماذا حرف السين إذن هو سنتم هو صحيح الآخر نلمس ما حالته العرابية تذكرون في الجملة ما حالته العرابية حالته العرابية منصوب ما حرف النصب الذي نصب هذا الفعل هو أن أن نلمس بما أنه صحيح الآخر فما علامة إعرابه أي ما علامة نصبه هنا نلمس إذن علامة النصب هي فتحة ظاهرة فهي أصلية أي الفتحة الظاهرة الفعل الثاني في الجملة الأخرى تغني تغني هذا الفعل ما نوعه من أنواع الفعل المضارع تغني تغني هل هو صحيح أم معتل الآخر أم من الأفعال الخمسة هو معتل الآخر آخره حرف علا وهو الياء تغني ما حالته الإعرابية تغني وسبق بأعدات نصب فهو منصوب هل تذكرون حرف النصب هو الحرف هو لن لن تغني إذن لن حرف النصب وتغني فعل مضارع منصوب ما علامة نصبه الفتحة الظاهرة إذن هو معتل الآخر ومع ذلك علامة نصبه الفتحة الظاهرة إذن لا بد نفرق بين رفع الفعل المضارع ونصب الفعل المضارع في العلامات العرابية تأمل هنا أن في آخره حرف العلة ما هو أليا أحسنت نريد أن نبني تعلمنا حتى نستطيع أن نستنتج القاعدة في نهاية الدرس تصحو هذا فعل مضارع ما نوعه من الأنواع الثلاثة ما نوعه هو معتل الآخر كذلك هو معتل بأي حرف بالواو هو منصوب ما أداة النصب كي تصحو الأداة هي كي ما علامة نصبه فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ماذا أيضا الفتحة الظاهرة هو معتل الآخر وهو معتل بأي حرف بحرف الواو نأخذ فعلا آخر من الجمل السابقة ترضى ترضى هذا ما نوع هذا الفعل فعل مضارع هل هو صحيح الآخر أم هو معتل الآخر أم من الأفعال الخمسة هو معتل الآخر هو معتل بأي حرف تأمل معتل بحرف الألف ما حالته العرابية منصوب لماذا الأداة هي الحرف ولن لن ترضى إذن لن حرف نصب ترضى فعل مضارع منصوب ما علامة نصب ترضى علامة النصب هنا هي الفتحة المقدرة إذن هو معتل بالألف معتل الآخر بالألف وعلامة نصبه الفتحة المقدرة الفعل يكون ما نوعه من الأنواع الثلاثة ما نوعه يكون هو من الأفعال الخمسة حالته منصوب الأداة الناصبة هي كي يكون الحرف الناصب هو كي ما علامة نصب يكون هو أفعال خمسة إذن حذف النون إذن علامة الرفع ثبوت النون يكونون أما في حالة الناصب فالعلامة هي حذف النون يكون تفكير الناقد بالتعاون مع أفراد مجموعة أعلل ظهور الفتحة على المعتل الآخر بالواوي ولياء وتقديرها على الألف لماذا الفتحة تظهر على المعتل الآخر بالواوي أو بالياء ولكنها تقدر على المعتل الآخر بالألف تظهر الفتحة على آخر الفعل المضارع المعتل الآخر بالواوي أو ولياء لماذا لسهولة ماذا نطقها فنقول مثلا كي تدعو كي تدعو من السهولة أن ننطق الواو وعليها فتحة تدعو كذلك معتل بالياء إلا أرمي هذا الفعل فعل مضارع معتل الآخر بالياء أو بالواو ومع ذلك علامته هي فتحة ظاهرة أما المعتل بالألف إذن يصعب علينا أن ننطق الفتحة في آخره ولذلك تقدر الفتحة على آخر الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف لماذا؟ لصعوبة نطقها أن تنسى فالألف لا أستطيع أن أضع عليها الفتحة إذن هنا منع من ظهورها التعذر إذن الفتحة ضمة ستكون العلامة هي فتحة مقدرة للتعذر بينما هنا كما مر معنا في الجدول فالعلامة أصلية وهي الفتحة الظاهرة أستنتج نصل إلى الاستنتاج في صفحة تسعين ينصب الفعل المضارع إذا سبق بأحد حروف النصب الآتية أن ولن وكي علامة نصب الفعل المضارع الفتحة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر مثل لن يذهب وكذلك إذا كان معتل الآخر بالواو مثل كي يسمو أو كان معتل الآخر باليا مثل أن يقضي وعلامة نصب الفعل المضارع قد تكون الفتحة المقدرة إذا كان معتل الآخر بالألف للتعذر مثاله النخشى فلا نستطيع أن نأتي بالفتحة على الألف والعلامة الثالثة للنوع الثالث ألا وهي حذف النون تحذف النون من ماذا إذا كان من الأفعال الخمسة لن تذهبي لن تذهب تذهب تذهبي فعل مضارع هو تذهبين تذهب فعل مضارع من الأفعال الخمسة تذهبان كذلك تذهب يفعل مضارع من الأفعال الخمسة وهو تذهبون تأمل الألف التي كتبت بعد الواو هذه هي الألف الفارقة التي تفرق بين الواو التي هنا وهي ضمير واو كما عرفنا هي ضمير في تذهبوا وهو الجماعة وبين الواو التي هي علامة إعراب جمع المذكر السالم أو الواو التي هي من أصل الكلمة كيسمو بهذا يكون الدرس قد انتهى شكرا لكم صلى الله وسلم على نبينا محمد